فكرة كويسة جدا قد تساعدك في زيادة مشاهدات فيديوهات قناتك زيادة مشاهدات الفيديوهات القديمة اللي انت رفحها قبل كده والفيديوهات الجديدة الفكرة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي فكرة قانونية لزيادة مشاهدات الفيديوهات القديمة والجديدة على قناتك وهي فكرة قانونية وسهلة جدا واي حد قدر يعملها سواء كانت القناة مفعلة او غير مفعلة ايا كان المحتوى اللي انت بترفعه ايه على قناتك ركز معايا وشاهد الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لو أنت أول مرة تشوفني دلوقتي دي قناة مهتمية بشرحات على مؤسرار اليوتيوب والربح بالإنترنت وشرحات برامج ومنتاج طبعا الأيام دي كلنا ملاحظين أن المشاهدات على معظم القنوات قلت ودي حاجة احنا ملاحظينها كلنا أي أن كانت قناتك مفاعلة أو غير مفاعلة قناتك صغيرة ولا كبيرة فإحنا في الفيديو ده بنوضح طريقة سهلة وبسيطة وقانونية أي حد أي أن كان المحتوى بتاع قناته إيه وأي أن كان قناتك مفاعلة أو غير مفاعلة هتقدر تطبقها وبسهولة جدا ركزوا معنا كده لنهاية الفيديو ما تاخدش الكلمتين وتخرج علشان تستفيد وتطبقها بشكل صح وإن شاء الله يكون لها تأثير إيجابي على قناتك أنا عارف طبعا أنت لما تشوف أي فيديو كده عليه سورة مصغرة أو عنوان مكتوب لك عليه زيادة المشاهدات زيادة الاشتراكات فأنت بتقول ده حاجة مضللة أنا عارف كده يعني أنا عارف أن أنت وصلت لهذه المرحلة يعني ما فيش ثقة خلاص ما فيش ثقة في الناس بتوع الشرحات إن هو بيقدم لك طرق وخلاص كده أي كلام علشان نجيب مشاهدات علشان إحنا نجيب مشاهدات ولكن الطريقة اللي أقول لك النهاردة ديتشوف الفيديو للنهاية وبعد كده أقول لي رأيك في التعليقات لقيت إن طريقة وقسة ومنطقية بالنسبة لك أوكي لقيت إن فيها يعني عندك أي اعتراض على هذه الطريقة اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو وأنا متقبل أي نقط طالما إن هو نقط بناء طبعا يا جماعة بعد إن المنصات انتشرت اللي هي زي مثلا التيك توك زي كواي زي الأشياء دي كلها بدأ إن الناس تهتم أكتر بالفيديوهات القصيرة اللي هي الشورتس الناس عايزة فيديو كده من دوته 30 ثانية أقصى شيء دقيقة تبدأ تشاهده وأي حد مننا أنا ولا إنت لما بنرفع فيديو قصير بيجب مشاهدات أكتر بكتير من الفيديو اللي هو الفيديو العادي الإلي هو مدتو 5 دايé 4 دقايق 10 دقايق الأشياء دي كلها دي حاجة إحنا كلنا متفقين عليها وبيجي لي رسائل كتيرة جدا وتعليقات كتيرة جدا الناس تقول إن أنا برفع الفيديو الشورتس بيجب لي فعلا مشاهدات كتير وارفع الفيديو العادي اللي هو 8 دقايق 10 دقايق ميجيب ليش مشاهدات زي الفيديو القصير لان ببساطة خوارزميات اليوتيوب بدأت تهتم اكتر فعلا بالفيديوهات القصيرة ليه بقى؟ لان علشان تنافس المنصات التانية الموجودة اللي لقى ان الناس اصلا الناس بدأت تهتم بهذه النوعية من الفيديوهات فبدأ ان هو يرشح ويقترح ويظهر الفيديوهات القصيرة بشكل كبير جدا جدا علشان ينافس هذه المنصات كلنا لا ننكر ذلك طيب خلينا اقول لك الاول وركز معا معلش الفيديوهات القصيرة لها مزايا كويسة جدا اليوتيوب بيقترحها كويس ويظهرها كويس وليها جمهور بيتابعها وبالتالي لما ارفع فيديوهات قصيرة كويس كترويج لقناتي ولكن انت لو قناتك مفاعلة او غير مفاعلة نتكلم عن نقطتين دول بعدين اوضح لك الطرق اللي احنا نقولها ركز معايا لو انت قناتك ليست مفاعلة انت عايز تبحث عن طرق وعايز تعمل اشياء على قناتك وترفع فيديوهات تجيب لك psychiatrist تلاف ساعة مشاهدة والالف مشترك عشان تفعل ربح على قناتك. الفيديوهات القصيرة لو تم مشاهدتها من الرف بتاع الفيديوهات القصيرة الساعات لا تحسب لقناتك. الساعات اللي هي الارباح تلاف ساعة لا تحسب من ضمنهم. وبالتالي انت سيكون صعب ان انت تحقق اللي هو الارباح تلاف ساعة لقناتك. خلاص تمام كده? الارباح تلاف ساعة يتم تحقيقهم من الفيديوهات العلانية اللي هي الفيديوهات العادية اللي مرفوعة على قناتك ولكن في جزء من الناس ممكن يشاهد الفيديو القصير ده عادي كده برا الرف الفيديوهات القصيرة في الساعة ديت او في الوقت ده هيتحسب لك فعلا الساعات وتحسب لك كل شيء ده بالنسبة لقناتك لو ليست مفاعلة ولكن لو القناة مفاعلة برضو نفس الكلام مش هيتحسب لك ارباح لان ما بيش اعلان هيزهر اصلا ما بيش اعلان هيزهر اصلا على الفيديو القصير لو حد شاهده من رف الفيديوهات القصيرة لو حد شاهده من برة رف الفيديوهات القصيرة في الحالة دية هيظهر اعلان وكل شيء زي اي فيديو عادي وبالتالي ارباح الفيديوهات القصيرة يعني قليلة جدا جدا وبالتالي انت لو بتعتمد فقط في قناتك على الفيديوهات الشورتس ففي الحالة دية ارباحك تكون قليلة جدا جدا الا ازا كان بقت انت بترفع فيديو ده بقت للقنوات المفعالة والغير مفعالة ان انت بترفع فيديوهات قصيرة وجابت لك مشاهدات كتير ها وفي الحالة دية طبعا ممكن ان انت تربح من صندوق التمويل المالي المخصص للربح من الفيديوهات القصيرة اللي هو المئة مليون دولار اللي اليوتيوب خصصهم للفيديوهات القصيرة. وفيه اقويل فيه اقويل بتقول ان اليوتيوب بيفكر حاليا وبيدرس ان التعامل التعامل مع الفيديوهات القصيرة يكون نفس الفيديوهات الطويلة بالضبط. يعني كل حاجة تحسب ليك ولكن ده لسه ما نزلش التحديث ده بشكل رسمي. خلينا بقى نركز مع بعض احنا عايزين نستفيد من هذه النقطة. سيادتك بترفع على قناتك? انا انصحك ان انت ترفع فيديوهات قصيرة وفيديوهات طويلة. الفيديوهات القصيرة كترويج للقناة كويسة جدا. وما تنتظرش منها تقول لي عشان ساعات علشان ارباح. يعني ارفعها كترويج للقناة. طيب حلو جدا. دي خلصنا من النقاط دي توضحنا. انا دلوقتي انا دلوقتي اه برفع على قناتي فيديوهات طويلة تمن دقائي عشر دقائي اتنشر دقيقة عشرين دقيقة. فيديوهات قصيرة احيانا فيديو مدودة دقتين. ولكن مشاهداته قلت. ولكن الفيديو القصير بيجيب مشاهدات. فان عايز استغل لهذه النقطة. اعمل ايه? شوف معي. انا دلوقتي رفعت فيديو على قناتي مثلا النهاردة. الفيديو ده بشرح فيه اكلة معينة. يعني مثلا كيفية عمل مكرونة بشامل. فيديو تاني مثلا كيفية عمل صورة مصغرة بالموبايل. فيديو تالت مثلا حد عمل فيديو العاب. حد عمل برنامج لتسجيل مش عارف كزا. حد عمل محتوى طبي. حد عمل اي محتوى. الفيديو ده مدودة مثلا اربع دقايق خمس دقايق تمن دقايق. ورفحته على قناتي وزي الفل النهاردة. والفيديو جاب مجموع يعني عدد مشاهدات مش كتير طبعا. تمام كده? لان الايام دي مشاهدات كلها قليلة او معظم القنوات. هبدأ ان انا اعمل ايه بعدها بقى? هبدأ ان انا اعمل فيديو قصير لهذا الفيديو. بنفس عنوان هذا الفيديو. انا خلاص الفيديو ده رفحته على قناتي خلاص اللي هو مددته تمن دقايق عشر دقايق رفحت وخلاص على قناتي. بعدها بشوية بعدها مثلا ممكن مثلا بست ساعات. بعدها مثلا تاني يوم. ما بش اي مشكلة. ابدأ ان انا اعمل الفيديو القصير ده. تمام? وابدأ ان انا اعمله بنفس العنوان. فبالتالي انا اعمل الفيديو قصير? الفيديو القصير ده هعمله طبعا حصري جدا. مش هاخد جزء من الفيديو اللي انا رفعته قبل كده. عشان انا عرف انك تسألني السؤال ده. لا. احنا عايزين ان الكل حاجة تكون قانونية وزي الفل. يعني كده يكون محتوى مكرر ممكن يحسن لك مشاكل في قناتك. تمام كده? فانا هابدأ امسك موبايلي وابدأ امسك كده الموبايل كده هوت وابدأ ان انا سجل فيديو قصير عادي خالص. لو انا بطلع بصوتي وصورتي اوكي. لو انا بطلع بصوتي فقط اطلع بصوتي واعرض الاشياء على الشاشة. هم ان انا زبط فيديو قصير يكون مدته اقل من ديئة طبعا. زي ما انتم عارفين الفيديو الشورت لازم من شروطه انه يكون اقل من ديئة. ولا حط عليه اي شي ولا يعني فيديو عادي خالص اطلع اتكلم. اقول يا جماعة ازاي تعمل ماكرونة بشاميل بالطريقة سهلة جدا وحصرية تمام كده? وشوفوا الفيديو ده موجود الرابط بتاعه فيه التعليق المثبت تحت هذا الفيديو وفيه وصف هذا الفيديو. يبقى انت كده بتعمل ترويج بالفيديو القصير ده لفيديو عندك ارليدي على قناتك. وحطيت الرابط في الوصف وحطيت الرابط كمان في التعليق المثبت. بتوجه الناس لهذا الفيديو اللي انت اصلا عايز الناس يشاهد اللي هو اللي هو الطريقة اللي انت شرحتها. يعني انا مثلا عملت على قناتي فيديو كيفية عمل صورة مصغرة ببرنامج فوتوشوب بالكمبيوتر. والفيديو ده جاب مثلا تلتميت مشاهدة ربعميت مشاهدة سبته يوم اتنين. بعد كده اروح جاي طالع بفيديو قصير كده. اروح اقايل يا جماعة في انا في فيديو كويس جدا مهم جدا لعمل صورة مصغرة بالفوتوشوب. الرابط موجود اول التعليق المثبت تحت هذا الفيديو اللي انت بتشاهدني منه وموجود في وصف هذا الفيديو. يبدأ ان جزء من الناس اولا في ناس في قناتك مراحهمش اشعار اصلا او كانوا مشغولين اثناء ما انت رفحت الفيديو ده اللي هو التاني ده يعني. وبالتالي الفيديو ده ينوه ليهم ويدلهم كده اشارة ان في فيديو انت رفعوا قبل كده والرابط موجود في التعليق المثبت عشان ما يدخلوش يدورو على القناة. تمام كده? دي حاجة. الحاجة عنه ده هيبدأ ان هو يدخل يبدأ ان هو يدخل على التعليق المثبت او وصف الفيديو يبدأ ان هو يشاهد عشان آآ آآ يدخل بقى يتوجه ليه. وبالتالي انت تستفيد في ان انت الفيديو القصير ده اولا ظهر للناس بشكل اكبر. الشخص ممكن يشترك اصلا في قناتك بنانا على هذا الفيديو اللي هو القصير ده اصلا. والحاجة التانية كمان ان انت عملت ترويج مجاني للفيديو الطويل اللي موجودة عندك على قناتك. لذلك انا بقول لك علشان خاطر الفيديو بتاعك ده يزهر كويس. الفيديو القصير ده ويكون فيه اهتمام به. بتعمله بنفس يعني عشان باش في لغباطة على قناتك. كل فيديو على قناتك. انا يعني بقول لك على الطريق دي يا جماعة. يعني ايه? ام كاكتهاد شخصي مني. ما بقول لكش على حاجة يعني ده اكتهاد شخصي. فانا بقول لك ان انت هتبدأ ان انت تا ايه? هتعمل فيديو قصير لكل فيديو طويل عندك على قناتك. الفيديوهات القديمة اللي بترفعتها قبل كده. ياللي بتاعة الطبخة او بتاعة الشروحات بتاعة كزا. تبدأ تعمل لها فيديوهات قصيرة الايام دي برضو. يعني تروح جاي مثلا عندك فيديو رفع مسلا من ست شهور من سبع شهور. سهل جدا بالنسبة لك ان انت تطلح تعمل فيديو قصير. فيديو شورتز. وتقول فيها يا جماعة في فيديو على قناتنا كنت عاملاه. الفيديو ده لشرح طريقة عمل كزا او اعادة تدوير او كزا اي بقى ان كان المحتوى ايه? كنت عامل فيديو على قناتي اعادة تدوير والفيديو ده جاب مسلا مشاهدات كويسة وبعدها نوقع. اه? ابدأ ان انا صحيح تاني بهذه الطريقة ان شاء الله تكون لها تأثير ايجابي على قناتك. تمام? ابدأ امسك الموبايل كده واقول يا جماعة الفيديو ده هوت موجود على القناة بنشرح فيه كزا 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 وشوفوا الرابط بتاعه بسهولة موجود في التعليق المثبت وموجود في وصف هذا الفيديو. نفس الاعادات اللي انت عملتها للفيديو العادي المفترض بتعملها على الفيديو القصير. العنوان والوصف وكلمات مفتاحية كل شي بتعمله بتعمل سيو كامل على الفيديو القصير. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في هذه الطريقة. ولو حد عنده اي فكرة عنده اي شيء يكتمل في التعليقات. وقلوا لي رأيكم على هذه الفكرة. طبعا اهم الفيديوهات اللي انت بتحتاجها كلها سيو اي شيء تنسيق القناة كل الكلام ده كله موجود في وصف هذا الفيديو دي قناة العلم والتجنيجي اللي انتم متمين بعلم واصرار اليوتيوب وربح من الانترنت وشروحات برامج ومنتاج تحياتي لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته